اسمع يا رجل أنت أنا خلاص مش قادر أخبي أكتر من كده أرجوك أرجوك تحلني من الوعد اللي وعدته لك ارجع لبنتك ارجع لحتة الأطناص اللي قلمة إنك تلاقي زيها دلوقتي أنا بحس بالتأثير والخزلان قدامها لأنني بخبي عليها حقيقة وجودك أرجع أرجع أقول لها إيه يا شكرا؟ حقيقة صراحة بكل حاجة أطلب منها الصفح والغفران إنت لو شفتها وهي وهي بتصب غضبها عليك ده كده عينيها أنا هكون لها حنية ولهفة نفسها تتريني في حضن أبوها تدس عيلها شفية البت زي حتة الألماز من غيري هردها مني بعني متعب وشيئيت لكن بتحفر في بحر ونسنزق زيابوه أنت قاعد هنا ليه تلاتين سنة حامس نفسك هنا ليه أنت مش عياني أنت لفت على كل الدكاتر أصحابك عشان يعيه ومرت مخير ما قدت نفسك ما قدت نفسك ما قدت نفسك على قبل سادي مزوغي حتى القدوم كان أحنى عليك من نفسك كفاياك 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 جلد في نفسك يا أبن كفاياك وأنا لو كنت شايف بنتي مستقر يمكن أبطى الجلد في نفسي كفاياك 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 موما أنا كنتش عايزة أقولك بس بنتك أحوض لي دلوقتي من أي وقت تاني وخصوصا بعد الكلب طليقها ده وخطف بناتها منه تبدو لي يا شفيع أنا سعي بالك أمانة يا شفيع تخافش البنات حيرجعوا حتى لو على رقبة أبوهم يقول ما دلوقتي بنتك بنتك محتاجا لك محتاجا لنا مقدر شديه لها محتاجا أخذك 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 يا أمر كنت فاكر نفس العبد الصالح المعلم لسيدنا موسى لما خرم السفينة علشان ينقذ أصحابها المساكين في الوقت اللي أنا فيه إنسان عادي حتى ساعة الجد خفت من السكن وبدلا ما يقول بطل ضح وفيت على النوم يقولوا مريض نفسيا عملها عجب مخدم موسيقى كنت فاكر نفسك واحد من أهل الكهف غضب من مقدمعه وهك منهم بعد النمت ومد وسبت من تكلمين موسيقى 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 شكرا